مرحبا بكم عزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الأول أنوان الدرس فصولنا الأربعة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك ريستاط طائح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت سو لسنوان اليونت الثاني الدرس الأول فصولنا الأربعة من خلال أنوان الدرس نعرف أنه دا يتحدث عن الفصول الأربعة اللي هي الربيع والخريف والصيف والشتاء ومنطيني صور توضيحية يقول لي listen and read استمع وقرأ فهنا نمطيني مقاطع نصية هاي المقاطع النصية تحمل خصائص الفصول الأربعة كل فصل شين الخصائص الجوية الخاصة بي هذه الخصائص الجوية الخاصة بكل فصل لازم نحفظهم لأنها مهمة جدا ورح نشوفوا شون تجينا بالامتحان وشون نقدر نجاوب عنها لذلك هذا الدرس بعض الشيء مهم ويعتبر أساس لليونت الثاني كله فركزوا ياي وحاول تحفظ المعلومات اللي رح نستخرجها يقول لي there are four seasons in England هناك أربع فصول في إنجلترا إذن هنا نديحتي عن الفصول الخاصة بإنجلترا مو بالعراق إذن ركزوا ياي شوية لأن بعض المعلومات تختلف عن العراق هناك أربع فصول في إنجلترا they are cold تدعى أحفظوا ياي winter اللي هو فصل الشتاء spring اللي هو فصل الربيع summer اللي هو فصل الصيف and autumn اللي هو فصل الخريف in winter في فصل الشتاء اكتبوا ياي winter فصل الشتاء شن الجو أو شن الطقص الخاص بي it is always cold عادة ما يكون أو دائما ما يكون الطقص cold cold معناها بارد and it usually snows وعادة ما تثلج snow يتساقط الثلج أو الجليل إذن مميزات فصل الشتاء أحفظوا إياي cold بارد snows snows معناها يثلج مثلج بعد بالصورة الثانية اللي هي يقول لي درجة الحرارة 15 فنانا درجة الحرارة 0 اللي هو فصل الشتاء درجة الحرارة 15 إذن spring الفصل الثاني اللي هو spring spring اللي هو الربيع شن خصائص فصل الربيع in spring it is often warm warm معناها دافئ and it usually rains rains معناها تمطر عادة ما يكون الجو ممطر في فصل الربيع هاي الخصائص الثاني الخاصة بال spring نجي على الفصل الثالث اللي هو summer summer اللي هو الصيف ماذا قلت تحاط لدرجة الحرارة 25 يقول لي it is usually sunny من خصائص فصل الصيف انه sunny مشمس and sometimes hot وبعض الأحيان يكون الجو حار شوفونا نعلم ونتنتبه ترهاي خصائص فصول انجلترا وليس العراق لأنه بالعراق always hot in summer عادة دائما ما يكون الطقص حار في الصيف in autumn autumn قلنا معناها الخريف autumn شن الخصائص ما عادة it is cool عادة ما يكون الطقص cool معتدل البرودة and often windy windy معناها عاصف دائما ما يكون هناك رياح حسا عرفنا كل فصل مميزاته شن المطلوب من عندي من هاي الفقرة طلاب ركزوا ايا أولا المطلوب حفظ خصائص كل فصل winter cold and snow spring warm and rains summer sunny and hot autumn cool and windy حفظناها نستاذ ليش تريد من عندنا نحفظهن لأن هنانا الأستاذ رح يسير لك بداخل الصف مجموعة أسئلة عن هذا الفقرة هس ببداية لازم تحفظ cold معناها بارد snow معناها سقيع أو ثلج warm معناها دافي rain معناها مطار إلى آخره رح يسير لك هنا السؤال يقول لي how many seasons in the year are there كم عدد الفصول في السنة؟ تقول لي four seasons خاف يسير لك سؤال شفاء بداخل الصف four seasons معناها أربع فصول what are the four seasons؟ شنو ندني لأربع فصول؟ تقول لي summer summer autumn winter winter spring ربيع سؤالين شفويات كالتحضير يوم بداخل الصف من كل استاذ يسألهم من الممكن يسألني بعد أسئلة أخرى يقول لي what is the weather like in summer؟ كيف يبدو الطقص في فصل الصيف؟ لازم تعرف شون الجوة حفظنا خصائص كل فصل بالصيف شون الطقص يكون أو شون يكون الجو؟ تقول لي it is usually sunny عادة ما يكون sunny مشمس and sometimes hot وعادة ما يكون حار what is the weather like in winter؟ كيف يبدو الطقص في الشتاء؟ تقول لي it is cold and snowy بارد ومثلج إذن دائما يقول لي what is the weather like؟ كيف يبدو الطقص؟ زائدا اسم الفصل فأنت لازم تعرف خصائص كل فصل أنا مو تقدر اتجاب عنه فأنا مثلا يقول لي what is the weather like in winter؟ كيف يبدو الطقص في الشتاء؟ أقول لي cold and snow what is the weather like in spring؟ كيف يبدو الجو في فصل الربيع؟ أقول لي warm and rains دافئ وتمطر وتزدود الجو في السمر؟ كيف يبدو الطقص في فصل الصيف؟ أقول لي sunny and hot مشمس وحار وتزدود الجو في autumn؟ كيف يبدو الطقص في الخريف؟ أقول لي cool and windy معتدل البرودة وعاصف هذا ما يخص الفقرة الأولى حفظنا الأسئلة مالتهم؟ ماذا يسلون الرسالة بداخل الصف؟ ماذا يستطيع أن أجواب عنها؟ ماذا يستطيع أن أجواب عنها؟ ماذا يكون الخصائص في كل فصل؟ ننتقل إلى الفقرة الثانية يقول لي listen and read then answer the question below استمع وقرأ من طين مقطع نصل للقراءة ثم أجب على الأسئلة شوف هنا ما يقول لي يقول لي لندن here is the weather forecast for tomorrow لندن هنا النشرة الجوية الخاصة بيوم غد it will be mild day سوف يكون يوم معتدل but it will be cloudy لكنه سوف يكون غائم with some rain مع بعض الأمطار in the morning في الصباح احفظوا اياي المعلومات لا رح يسأني بعد قليل عنهن in the afternoon إذن بالصباح ما سيكون التقص mild معتدل rain ممطر cloudy in the afternoon في المساء it will be dry سوف يكون جاف sunny مشمس جاف ومشمس the temperature will be 18 degrees الدرجة الحرارة سوف تكون 18 درجة مياوية it will be cooler in the evening وسوف يكون الجو أبرد عنده حلول الليل أو عنده حلول المساء الآن مثل ما طلب من عندي قررت النص استخرجت المعلومات الخاصة به أنا رح ناخذ معلومة أنه tomorrow morning هذا ضرب زمان من الممكن أن يكون بداية الجملة أو من الممكن أن يكون نهايتها هذه مجرد ملاحظة غير مهمة شي يقول لي يقول لي التمرين الأول مثل ما طلب من عندي هذين الكلمات اللي هي cold cool hot rain اللي حفظنا معانيهن سقط هن حسب خصائص كل فصل فمثلا هس الفصل الأول هذا شنسمي بيني وبينكم هذا اسمه winter شن يعني winter الشتاء يا الله يا سبيع يقول لي شن خصائص فصل الشتاء cold بارد وبعد and snow شنو مثلج يثلج بعد هذا الفصل الثاني اللي هو يا فصل فصل spring الربيع شن خصائص فصل الربيع warm دافئ وبعد هذه الكلمة warm دافئ وبعد rainy مطر رين مطر الفصل الثالث اللي هو فصل summer شن السمر الصيف شن خصائص فصل الصيف hot حار وبعد sunny مشمس وهكذا الفصل الأخير اللي هو فصل الخريب شنو مميزاته windy windy معناها عاصف وبعد cool cool معتدل البرودة هذا ما يخص تمرين أي هذا تمرين مثل ما وضحنا بداية الدرس لأننا بنعرف خصائص كل فصل من خلال حفظنا الخصائص كل فصل قدرنا نجاوب عنا وراءها يقول لي write the words in the correct place أكتب هذه الكلمات بالحقل الصحيح هو شاطب لكلمة cold باعتبار هو أحاطها بالبداية من طيل صورة محرار يقول لك بهذا المحرار هذه صفر درجة مئوية إذن هذا الجو بارد إذا صعدنا شوية ش رح يكون رح يكون cool معتدل البرودة وراءها ش رح يكون صار 20 صار warm دافئ و 30 hot حار هذا مجرد يريد يخليني أحفظ الكلمات المتعلقة بالتقص التي هي cold cool warm hot وراءها يقول لي that's the weather like in each season write the weather words next to the seasons نفس الطريقة المرة الثالثة يريد يخليني أحفظ خصائص كل فصل يقول لي فصل winter الشتاء شنو خصائصه يقول لي cold بارد وبعد snows snows يثلج وهكذا spring warm دافئ وبعد rain rains يمطر summer الصيف شنو خصائصه hot حار sunny مشمس autumn الخريب شنو خصائصه cool معتدل البرودة windy عاصف هذا ما يخص تمرين رقم اثنين تمرين بسيط جدا مثل ما وضحنا يريد يخليني أحفظ خصائص كل فصل حفظناهن وخلالي تتنامارين متعلقة بخصائص كل فصل على موض يخليني أحفظهن الآن ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة يقول لي word building complete the table شوفوا هنا أنا طلاب يقول لي أنا منطيك verb فعل الverb معناها فعل أريدك تطلع اللي من عنده noun اسم وأريدك تطلع اللي من عنده adjectives اللي هي الصفة شوفوا طلعها snow معناها يثلج شنو الاسم اللي أطلع من عنده نفسيته يبقى snow snow همي أنه تجيب معناها ثلج ثلج اسم يثلج فعل وسنوي مثلج يعني صار صفة مثلج الجو صفته أنه مثلج زين رين يمطر زين الاسم مالتها شنو همي لنفسيته رين معناها مطر والصفة مالتها شنوه ريني ريني معناها منطر صفة الجو أنه منطر زين الثالثة wind ويند اللي هي الرياح الصفة مالتها شوفوا هنا نقول لي ماكوا لها فعل الصفة مالتها ويندي ويندي معناها عاصف جو ذو رياح كثيفة ويند رياح ويندي عاصف هذين الكلمات حاولت تحفظون معانيها لأنها مهمة بعض الشيء بعض الأساتذة يجيبوها بسعلم لا مثلا يقول لك سنو صارت سنوي سواها سواها من اسم إلى صفة أو من فعل إلى صفة قال لي زين الرين شو تصير تقول له ريني وهكذا هذي بسيطة ملاحظة بسيطة وأغلب الأساتذة ما يركزون عليها لكن إذا طلبها من عندك الاستاذ لازم تعرف أنه الاشتقاق مع السنو سنو سنوي رين ريني ويندي وبكلمة ماكوا أنا ماكوا من هذا فعل وبويندي أما تمرين رقم أربعة أن أنا راح توضح شو كتستخدم هذه الأشتقاقات يقول لك It rained إنها أمطرت رين فعل ماضي قال لي It was a rainy day لقد كان يوما ممطرا شوف هنا أنا استخدم الصفة قال لي زين It snowed إنها أثلجت شو راح تسويها الصفة تقول لي It was لقد كان a snowy day كان يوما مثلجا استخدمت الصفة وهكذا There was a wind كان هناك رياح أقول It was a windy day كان يوما عصفا هذا كذا عليك غير مهم مجرد ديري تدربني على هذه الأشتقاقات غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرير لقم خمسة Now read the weather forecast تذكروا نشر الجوية التي قلناها قبل دقائق هذه الخاصة بلندن يقول لي حاول الجواب على هذه الأسئلة المتعلقة بها Will it be dry tomorrow morning هل سوف يكون الجو جاف صباح يوم غد ذكرنا بالمقطع النصي أنه بالصباح رح يكون rainy ممطر كلاودي غائم and mild ومعتدل فهل سوف يكون جاف في الصباح لا قلنا رح يكون جاف في شوقت رح يكون جاف in the afternoon في المساء إذن أقول له no وأكمل أقول له it will be سوف يكون الطقص شنو أقدر أقول صباحا cloudy غائم with some rain cloudy with some rain سوف يكون الطقص غائم مع بعض الأمطار وراها Will it rain again tomorrow afternoon هل سوف تمطر يوم غد المساء ذكرنا المساء رح يكون جاف ومشمس أكيد ما رح تمطر فأقول له no كلا وأقدر أكمل إذن أقول it will be dry and sunny it will be dry and sunny وهكذا Will it be warm tomorrow evening زين مساء رح يكون cooler معتدل البرودة أكثر برودة وإذا يقول لي دافئ فأقول له no كذلك it will be cooler سوف يكون الطقص أكثر برودة الرابعة الرابعة يقول لي what is the temperature be tomorrow afternoon ماذا قدر رح تكون درجة الحرارة بالمساء رح تكون 18 فأقول له about حوالي 18 degrees حوالي 18 درجة مئوية هذا ما يخص تمرير رقم خمسة كذلك هذا النشاط يعتبر نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي يقرأ الأستاذ أو بعض الطلاب المقطع النصي المتعلق بالنشرة الجوية الخاصة بإنجلترا ويسألهم هذه الأسئلة بداخل الصف كتحضير يومي أما كامتحان تحريري أو امتحان شفوي فهي غير مطلوبة هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بخصائص الفصول الأربعة كل فصل فصل الصيف الربيع الخريف الشتاء إلى آخره وعرفنا ما يجينا بالامتحان وشان نقدر نجاوب عنه أغلباً شطات هذا الدرس أنشط صفية لكن انتبهوا يجب حفظ فصائص كل فصل رح تفيدنا بهذا الدرس وبالدروس القادمة إن شاء الله إذا جيتنا بسؤال المفردات ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون أن تقدموها تقدرون تواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة